بسم الاب والابنة والروح القدس الإله الواحد أمين طول فترة الصوم كنا واخدين سلسلة عن الإيمان والموضوع بتاعنا يا خدام النهاردة هيكون عنوانه الإيمان بالتغيير يعني إيه الإيمان بالتغيير من أكتر الحروب اللي ممكن تحارب الخادم هي حرب الإحباط أو اليأس أو إن مفيش فايدة من كل اللي بيتعمل أوقات صدقوني ممكن حتى كاهن يتحارب الحرب دي يقول أنا فتقدت كتير وزرت كتير وباخد اعترافات كتير بس محدش بيتغير والحرب دي لو جت للكاهن تتعبه قوي ولو جت للخادم بتبقى حرب من الشيطان تخليه يفقد قوة الخدمة فمع الوقت يحبط وبعدين مع الوقت يحس إن مفيش فايدة وبعدين يركن وخاصة إن حتى في التراص الشعبي بتاعنا عندنا حاجات محبطة كتير قوي يعني من الأمثلة اللي تقولها الناس لبعض يقولك على رأي سعد زغلول سعد زغلول قال إيه فكل الناس اللي جنب تقولك قال مفيش فايدة فتتصوروا لو ديت الحضارة بتاعتي أنا كخادم أو ده الفكر اللي جواي أنا ده نبقى سهل قوي إن مع أول كعبلة يكعبلها للشيطان فأول مشكلة في الخدمة أقول مفيش فايدة ودي ظهري وأمش الحقيقة مش هي دية الروح بتاعتنا حمية ولا هي دية الروح بتاع بولس الرسول لما راح لقتينا وعصناك ومعرفش يجيب واحد للمسيح كان ممكن يقول مفيش فايدة الحقيقة الروح بتاعت الخادم روح بطبيعتها مثابرة وعندها رجاء وعشان كده عاوز أتكلم عن الإيمان بالتغيير أول حاجة تشجعني إن رب المجد يسوع نفسه قال إيه جئت أو أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل مدام المسيح قال كده يبقى المسيح عاوز لنا الأفضل والأفضل دي معناها عملية تغيير من وضع أنا فيه لوضع إن شاء الله أفضل طيب تعالوا نتكلم بقى بالتفصيل وهنحط شوية مبادئ عن الإيمان بالتغيير أول مبدأ نحب نتكلم فيه مع بعض كخدام أول حاجة إن التغيير ممكن وده اللي ما قلته في المقدمة يعني إيه التغيير ممكن يعني لو بصينا مثلاً لواحد زي موسى الأسود مين كان يقول إن موسى الأسود ده في يوم من الأيام يتحول قديس ولقبه في الكنيسة الإبطية القديس القوي ده كان قطع طرق ده كان شيخ منصر ده كان راجل زاني ده كان راجل شهواني ده كان راجل سكري كل ده كان في موسى الأسود ونبص نلاقي إن موسى الأسود قديس كبير في الكنيسة بتاعتنا لو إحنا بصينا مثلاً لواحد زي أغسطينوس اللي عاش حياته كلها بالطول والعرض ده في كتاب اسمه اعترافات أغسطينوس بيحكي قصة حياته وإزاي مرر قلب أمه لكن الحقيقة الأم اللي اسمها القديسة مونيكا لم تفقد رجائها لحظة واحدة إن أغسطينوس هيكون ليه نصيب في المسيح يبقى قديس التغيير اللي زي مريم المصرية موسى الأسود القديس أغسطينوس شاول الترصوسي اللي تغير من مطاهب للكنيسة وأكتر واحد كان يلم المسيحين من أورشاليم وديهم انطاكيا أو آسف يجيب المسيحين من انطاكيا وديهم أورشاليم علشان يتعذبوا ويقتلوا فيها تصوروا يتغير من يهودي متعصب لا يطيق اسم الرب يسوع لأكتر كارث في المسيحية باسم ربنا يسوع المسيح كل النماذج دي بتأكد إن فيه تغيير وممكن الإنسان يتغير القديس بطرس مين كان يقول التكوين النفسي بتاعه إن ينكر رب المجد يسوع ثلاث مرات في أقل من ساعة ثلاث مرات صوروا القديس بطرس دوت في سفر أعمال الرسل يمسكوا اليهود ويضربوه ويهددوه بالموت ويقوله أوحد جيب سيرة يسوع النصير ده تاني يرد عليهم بو منتهى القوة ويقول لهم ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس جبت القوة دي منين هو ده إيمان بالتغيير شباب كتير قوي يحس إن مفيش فايدة منه أو فيه فايدة فيه أنا كخادم لازم أكون مؤمن إن التغيير قائم وموجود أنا صدقوني فاكر قصة حصلت معايا في الخدمة أنا قصة شخصية شاب قد خادم زمان والحقيقة الشاب ده عملنا معاه كل اللي ما يتعملش وبعدين إيه اللي حصل في الآخر خالص اتقبض عليه ودخل السجن وقعت فترة في السجن لا تقل عن 7-8 سنوات وفي يوم من الأيام دخلت كنيسة ولقيت واقف بيصلي أنا فاكره ومش مصدق وانتو عارفين المسأل بيقولك يخلق من شبه أربعين ما كانش عندي يقنية هو ولا لا وبعدينها بثلاث أربع تيام داخل مكاتب الأبائج كهنة ولقيت في واحد مستني الاعترافات فلقيت واقف قدامي فأنا برضو لا متهيق لي هو يعني يعني 80% هو بس أنا خبرته قطعت من 10-12 سنة جي سلم علي وقال انت مش عارفني يا بونا أنا فلان ابنك اللي كنت مخدوم عندك في مدازة أحد من أكتر من 25 أو 30 سنة قلت له ياه وإيه اللي حصل اكتشفت بعد كده قد إيه وهو في السجن ربنا اشتغل معاه وبعت له إنسان كان مظلوم في قضية مالية وهذا الإنسان كان بيحبه ربنا بجد وابتدى يفتقده وابتدى يجمعهم درس كتاب وابتدى يتغير وابتدى يبكي كل يوم على خطيته لدرجة أنه لما رجع أخذ قرار أن الباقي من عمر كله هيكون للمسيح وبعد فترة مع طرف مرة واثنين وثلاثة ابتدى يطلب أن يكون ليه نصيب في الخدمة وابتدى يخدم وعلشان هو عارف أن ممكن ناس تكون عارفة الماضي بتاعه ابتدى يخدم في كنيسة بعيدة مع حد الشعرف فيها ويخدم خدمات مستترة يعني لا فيها تعليم ولا فيها ظهور بس يعني خدمة مقبولة قدام ربنا بعد التوبة فأوعى تقول مفيش حد ما بيتغيرش يمكن الطبع الأساسي في الإنسان ما بيتغيرش يعني إذا كان هادي هيفضل هادي إذا كان قيادة هيفضل قيادة إذا كان اجتماعي هيفضل اجتماعي لكن في الوقت نفسه في حاجات تانية بتتغير أو طبعا في حاجات تانية بتتغير طيب يبقى أول قاعدة قلناها إن التغيير ممكن القاعدة التانية اللي هنقولها إن التغيير متدرج يعني إيه التغيير متدرج هقول آية قالها رب المجد يسوع أو مثل صغير قوي علشان يشرح لنا عن إيه التغيير متدرج الإنسان كان يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار تنمو وهو لا يعلم كيف يعني إحنا لو جبنا فولة أو ترمساية أو عدساية وحطناها على قطنة مبلولة زي ما الناس بتعمل كده في موسم القرص السنة وأعياد الميلاد اللي بيحصل إنها بتجبر وبتنمو وبيطلع منها ساق والساق بيطلع منه ورقة خضرة لكن لو أنا قاعد بالنظارة وبصصت لها ليل ونهار هل أنا هلاحظ إنها بتجبر؟ لا هو اللي بيحصل إنها بتنام وتقوم وتنام وتقوم والتغيير بيحصل فالتغيير متدرج إحنا بنخاف قوي من التغيير المية وتمانين درجة إحنا بنخاف قوي من التغيير العطفي إن إنسان يكون سمع قصة أو اتأثر بمشهد أو شاف فيلم مثلا عن ألام المسيح وقال أنا من بكرة هكون إنسان جديد أنا من بكرة هتجدد لا التغيير العطفي ده مش حقيقي التغيير العطفي ده مش حقيقي أمال إيه التغيير الحقيقي؟ التغيير الحقيقي هو عملية نمو مستمر زي إيه؟ زي ولد دخل أولى ابتدائي وبعدين تانية ابتدائي وبعدين تالتة ابتدائي وبعدين أولى إعدادي وبعدين أولى سنوي وبعدين سنوية عامة هو لما وصل لسنوية عامة بقى عارف هيقرة إنجليزي وعربي ويمكن فرنساوي كمان كويس بس الحقيقة هو في أولى ابتدائي يا دوبك لما خلص أولى ابتدائي كان عارف يكتب اسمه ويعرف يجمع اتنين زائد اتنين تساوي أربعة لكن بيحصل تغيير ولا بيحصلش تغيير حصل تغيير هو قبل ما يخش المدرسة كان جاهل وفي سنة أولى عارف يكتب اسمه وفي سنة تانية عارف الجمع والطرح وفي سنة تالتة عارف الضرب والإسمه يبقى هو ده التغيير اللي بيحصل فينا إحنا لابد أن نؤمن أن التغيير تغيير متدرج مش عاطفي أوقات كتيرة قوي الشباب كده يبقى في أولى سنوي يعني بالكاد بيصلي صلاة الشكر ويرحمني اللهك عزيزي برحمتك ياخده الخادم معاه في زيارة للدير ويروح ياخده خلوة كده تلات ايام في وسط الأباء الرهبان والحقيقة الزيارات دي كلها أثرت فينا بصورة أو بأخرى روحيا ونفسيا يرجع وهو في تانية سنوي بعد أول زيارة من للدير قعد فيها تلات اربعة ايام واخد قرار بيقول الأهله اعملوا حسابكم من دلوقتي أنا مش هتجاوز قمال ايه حبيبي أنا هبقى راهب إزاي حبيبي بس كده انتوا فاكرين أنا بهذر مش كده انتوا مش واخدين كلامي كلام حقيقي أنا هبقى راهب الحقيقة الكلام ده ملوش علاقة بالواقع ده هنا فيه عاطفة شاف الرهبان شاف تسباحة نص الليل شاف النشاط شاف الشغل شاف رحانية اشتاق ان يكون جوه المنظومة دي بس الحقيقة يعني 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 بعد اسبوعين تلاتة تبصله كده تقوله انت بتقرأ الأجبية او بتصلي منها لأ طب بتقول تسباحة زي الرهبان يقولك لأ ففيه فرق بين التغيير العاطفي والتغيير الحقيقي أنا فاكر مرة كنا في مؤتمر المؤتمر ده كنا فيه في بيت الكنيسة في أبو ثلاثة وكان فيه ولد جاب لنا دي في دي سي دي يعني عليه فيلم باشن اوف زا كرايست فقلنا يا الفيلم ده اوريجنال ولسه جاي لنا وما كانش يعني لسه اتعرض في حتة كتيرة في مصر فعملنا يعني جهزنا شاشة وجهزنا كومبيوتر وجهزنا فيديو بروجيكتور وتفرجنا عليه طبعا حضراتكم عارفين ان الفيلم ده مؤسر قد ايه انا فاكر ان المؤتمر ده كان معايا فيه 184 ولد وبنت من اول مؤتمر بقولهم يا جماعة نقسم الاعترافات كل يوم اول يوم ما جاليش حد وتاني يوم جالي خمسة ستة بعد ما اتفرجوا على الفيلم ده قعدت ااخد اعترافات من عشرة بالليل لستة الصبح وطلعت على القداس وبعدين دخلت نم تسعتين الناس كلها قدام هذا الانفعال العطفي دخلت بدموع عندنا في البيت كانتين كل ورق التوالت وكل الكلينيكس خلص لانه كل الولاد نزلوا اشتروا وبعدين ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل ان الولاد قدموا توبة لدرجة ان اخر ليلة في المؤتمر بيبقى عندنا حاجة اسمها حفلة صمر يقدموا سكتشات يقدموا فقرات ترفيهية حفلة كده بالليل قالوا مش عاوزين حفلة هنعمل تسباحة نص الليل وقالوا تسباحة نص الليل كاملة ليه متأثرين او بايه بالفيلم اللي شافوه وبعدين قلت لهم مش مهم ده المهم ان احنا نكمل بعد كده صدقوني ما شفتش حد منهم تاني يعني ايه اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله ان التغيير الحقيقي مش تغيير عاطفي لان في ناس ممكن تحضر اجتماع كده يقولك انا رجعت متجدد انا رجعت كده حاسم فعالية الخلاص في حياتي ايه ده يا حبيبي ايه ده الدنيا بتتبني خطوة خطوة مبدأ تالت يا خادم لحظه في التغيير على نفسك او على اولادك عشان ما تستعجلش ان التغيير عملية مستمرة يعني عملية مستمرة يعني القديس بوليس يقول آية كده بيقوله وان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوم يعني كل يوم فيه التغيير مفيش حاجة اسمها انا كنت خاطي وبقيت كويس انا كنت خاطي وبقيت تايب لا انا الحقيقة لسه بغلط ولسه محتاج اتغير محدش يقول انا كنت وبقيت التون ده في الكنيسة بتاعتنا مش محبوب تون فيه كبرياء وتون فيه تمييز وفيه تون كده لما واحد يقولك اصلا اتغيرت خلاص يبقى انت مش محتاجة تتغير تاني لكن الحقيقة لو انت امين لازم تعرف ان عملية التغيير عملية مستمرة انت اتغيرت وبتتغير وهتتغير يعني كل لما الانسان يقرب من ربنا بيكتشف شوية عيوب وبعدين يجاهد وينتصر على شوية وبعدين يكتشف عيوب تانية يبقى الى ملء قامة المسيح دي معناها ان مجال التغيير مستمر يعني انا في السن بتاعي وان كنت انا كبرت في السن شوية لكن الحقيقة حاسس ان لسه قدامي كتير قوي لحاجات كتيرة محتاجة تتغير فيا سواء على مستوى طباعي او على مستوى جهادي او على مستوى خطايا ابطالها يبقى كلنا تحت القعدة دي يبقى احنا تكلمنا دلوقتي على ثلاث مبادئ للتغيير في الخدمة المبدأ الاولاني ان التغيير ممكن او عتيقس المبدأ التاني التغيير متدرج خطوة خطوة نمرى ثلاثة التدريج مستمر لغاية اخر يوم في حياتي التغيير هيجي هيجي وهينمو حينمو كده نقدر نقول خلصنا الجزء الاولاني اما للجزء التاني ايه بقى الجزء التاني انا كخادم ازاي اتغير يمكن بيرهقني اوي ازاي اغير المخدمين لكن في حاجة اهم ازاي انت تتغير لانك انت لو اتغيرت هنبقى نفكر في النقطة التانية دي بعدين انا هتكلم على ثلاث مفاتيح للتغيير المفتاح الاولاني الخضوع للوصية المفتاح التاني الخضوع للكنيسة المفتاح التالت الخضوع ليد الفخاري الاعظم ناخدهم تاني واحد واحد اول حاجة الخضوع للوصية يعني ايه الخضوع للوصية رب المجد يسوع قال للتلاميذ وكده قالوا انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به يعني ايه الكلام ده يعني كلما الانسان بيقرأ الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيشاور على عيب جواي بيقولي انت مكنتش واخد بالك منه مش كده زي ايه زي واحد اقول له انت بتعترف يا حبيبي يقول لي انا مش محتاج اعترف اقول له ليه مش محتاج تعترف يقول لي انا لا بقتل ولا بسرق ولا بزني ان هما دول الخطايا هو شايف ان هما دول الخطايا لكن لما يقرأ كتاب المقدس ويلاقي في الكتاب المقدس آية بتقول احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا لاجل الذين يسؤون اليكم ده معناه ان انا قدامي طريق طويل اوي من الجهاد فانا لازم اخضع نفسي كل يوم للوصية اخضع نفسي كل يوم للكتاب المقدس اللي بيشاور على عيوبي مش عشان يقسني ولا عشان يكسرني ولا عشان يجيلي صغر نفس لا ده بيشاور على عيوبي عشان انا اتحسن زي عارفين زي ايه زي بنتك امورة كده عندها 15-16 سنة ابتدت ايه تاخد بالها بقى من منظرها وينازل مع صحابها وتبص على المراية المراية بتعمل ايه بتبين لها العيب اللي بتصريحة شعرها او اللياء بتاعة البلوزة اللي لابساها المقلوبة او ان فيه كتفة اعلى من كتف يبقى انا محتاج ابص على المراية لان المراية دي هي اللي بتكشف لي ايه اللي جوايا غلط ولما ببص على المراية مش بايقة زي ما قلت بالعكس انا لما ببص على المراية المراية دي بتعمل ايه بتصلح جوايا انا العيوب اللي فيه يبقى اول تدريب لي انا كخادم انت ليك علاقة بالوصية بتجاهد فيها بتعتبر ان كل امر تكليف او كل امر نهي ربنا عمله في الوصية من اجل انك تطبق الاية اللي بتقول اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل هو دي عملية التغيير اللي احنا قلنا عليها تغيير مستمر بس انا مش هعرف اغير نفسي اللي ما يكون فيه دكتور بيقول لي الدكتور ده بيشاور على عيفية وبيديني علاج عشان اعرف اخرج منه يبقى اول حاجة عشان اتغير اسمها الخضوع للكتاب المقدس بتجرح اوي 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 لما قابل واحد بيقول انا بخدم وقول له انت بتعمل ايه في الكتاب المقدس يقول لي بصراحة يبونا مكسل بقرى يوم وخمسة لأ وقرى اسبوع وكسل شهر ليه بس يا حبيبي كده بيبقى فيه واحد عنده دكتور مشخصاتي اسمه الكتاب المقدس وما يروح سيشوف مرضه شكله ايه يبقى احنا هنا وقعين في وقعة كبيرة اوي اوي الوقعة دي هي ان انا بحرم نفسي من دوة اسمه الكتاب المقدس يبقى اول دوة عشان اتغير اسمه الخضوع للوصية او الخضوع للكتاب المقدس تاني حاجة الخضوع للكنيسة يعني ايه الخضوع للكنيسة الكنيسة بقى مسكت الكتاب المقدس دي وتأملت فيه وفسرته من اول يحن زهبي الفم والقدس كرولوس الكبير والقدس اسنا سيسر رسولي والقدس يحن زب فم كل دولة فصروا لنا الكتاب المقدس فاصبح عندنا كنز اسمه الكتاب المقدس التطبيقي بتقدمه لي الكنيسة فالكنيسة بتقدم لي اول حاجة عصارة التعليم ودي بتغير فيه تاني حاجة بتقدمها لي الكنيسة الزبيحة لان الحقيقة المسيح قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء وانا عشان اتغير محتاج المسيح واحلى عطية في الكنيسة لي كخادم ان الكنيسة بتقدم لي المسيح الزبيح عشان اتحد بي وياتحد بي فيصنع تغييرا بس لازم اكون انا عارف يعني ايه تناول وعارف يعني ايه افخارستية وعارف يعني ايه اتحاد بالمسيح الكنيسة كمان بتقدم لي اب شيخ مختبر اسمه اب اعترافي واب اعترافي ده عارفين ليه هو شاطر علشان اتحارب كل حروبي وعشان اتعلم من اخطائه وعشان وقع وقام كتير اتحارب بالذات واتحارب بالشهرة واتحارب بالكبرياء وقاتل وجاهد وحاول بنعمة ربنا ينتصر فاب اعترافي ده يساعدني عالتغيير لانه هو بقى بياخد الوصية بتاع الكتاب المقدس وياخد تعليم الكنيسة ويديني الجرعة اللي على قدي انا انتو عارفين في الخارج يا جماعة مزاي عندنا عندنا الدكتور يكتب الدواء والجرعة لا في الخارج مش كده في الخارج الدكتور يكتب الاسم الكيمائي بتاع الدواء والصيدلي هو اللي بيحدد الجرعة قد ايه اهو الكتاب المقدس بيقدم للدواء واب اعترافي عامل زي الصيدلي بتاع برة اللي بيكتب لي كام حباية في اليوم وامتى اخدها فوجود اب اللي اعتراف اللي بيسمع ولاده وعارف قمشتهم ويقدر يرشدهم دي احد الوسائل اللي ربنا سمح بيها ليا في حياتي من اجل التغيير وانا على مستوى شخصي يعني مش هنكسف ان انا اقول لكم قد ايه انا اتقصرت باب اعترافي وقد ايه كان ليه دور كبير اوي اوي في انه فهمني حاجات وداني تدريب على حاجات تدريب حسست قدامها ان انا لسه صغير قوي وتدريب تانية افهم وتدريب تانية اقرأ يبقى خلي بالك عشان تتغير احنا قلنا الخضوع للوصية والكتاب المقدس نمر اتنين الخضوع للكنيسة سواء كان تعليم او سواء اب اعتراف او سواء زبيحة بتتحد بيها اخر نقطة الخضوع ليد الفخاري الاعظم في سفر ارمية الاساح 18 ربنا يقول ارمية كده انزل وشوف الفخاري بيعمل ايه فانزل لقى الفخاري بيعمل اناء والاناء ده ابتدى يتعجن شوية في ايديه فمسكه وبعد كده هيرميه فقال له اسمع الا يستطيع الفخاري ان يصنع اناء اعظم انا هكذا استطيع ان اصنع بمني اسرائيل ان يخرج من هذا الطين اللي اي حد ممكن يرميه اناء جميل اوي في مسأل الفخاري الاعظم ده اتعمل ترنيمة اعتقد كلكم عارفون اسمها ترنيمة ايوها الفخاري الاعظم دي متاخدة من رمية 18 ربنا عاوز يقول ايه عاوز يقول ان انا اقدر اخرج من الاكل اكلا لو كنت انت شارس زي اسد انا ممكن اطلع منك عسل نحل دي قصة اللي حصلت مع شمشون في سفر القضاء يعني ايه الكلام ده برضو يا رب عاوز افهمه لو انت قبلت تدبير في حياتك انا هصلح فيك حتة حتة بس انت تقبل انت عندك كبرياء كبير اوي وفاكر نفسك متضع انا هبعت لك واحد يستفزك ولما يستفزك هيكون رد فعلك صعب ها هتقبل انت ما عندكش فضيلة الاحتمال وحطك مع انسان متعب شوية عشان علمك فضيلة الاحتمال تقبل انت خادم وابعت لك مخدوم عنيد علشان اعلمك الاحتواء وطول الاناء تقبل اوقات ربنا بيقاله تدريبات عجيبة قوي بس المشكلة ان انا اقبل ولا ما اقبلش الحقيقة ممكن تكون تدريبات ربنا في بعض الاحيان شديدة شوية علشان ابني ده عنده خراج او عنده مرض خبيس والمرض الخبيس ده هيموت ويكله فانا عشان الحق ابني همدي ايدي واعمل عملية جراحية فيها استقصال انا فاكر في مرة من المرات احكي لكم حكاية حصلت معايا واختن بيها في مرة من المرات فيه حد يعني عامل عامل معاملة قص قوي وبجفاء و يعني انا هتكلم معكم بمحبة كده او كان اب اسقف يعني في الكنيسة وحصلت مشكلة ولقيت سيدنا بيزعقلي في وسط الكنيسة وانا الحقيقة ما كنتش عارف سيدنا ده زعقلي في بس بيني وبينكم انا من جوا اتوترت انا انا ما عملتش حاجة وسيدنا بيزعق ليه مش عارف كان الميكروفون بيقطع ولا حاجة زي كده فابونا الاسقف مسكني قال لي دي كنيسة ايه المهم يعني مش مهم ايه اللي حصل طبعا سيدنا انا محبه ومش اقولكو هو مين بس حكاية حصلت وخلاص بس انا الحقيقة من جوايا اتوترت شوية واتديقت يعني ايه اللي يستاهل ان يحرجني قدام الشعب كل ده في حاجة انا مش مسؤول عنها وبعدين بعد ما خلص الموقف ده عادت مع اب اعترافي قلت له حصل كذا 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 فلاقيت اب باعترافي بيقول يا قد ايه ربنا بيحبك فانا برضو ايه يعني عايز افهم وقلت له يعني ازاي يعني عايز ربنا قال لي علشان انت قلت عزات كتيرة قوي عن التواضع بس انت ما كنتش عيشت كفاية فعشان تعيش كفاية ربنا تدخل وبعت لك واحد يضغطك او يخبط فيك قدام الشعب كله فبقت كرمتك في كفا واتضاعك في كفا بس واضح انك انت سقط في الاتضاع لانك اتضيقت لحساب نفسك شوية عشان كده انا شايف ان ربنا بيحبك وربنا شغال معك كويس قوي عاوزك تتضع فسمح لك بواحد يجي يخبطك فزاتك وكرمتك تصور بداخلك واتضيقت اضيقت ولا ما اضيقتش قلت له ديقت قال لي وده غلط ولا مش غلط قلت له غلط قال لي يلا نقدم توبة لربنا ونشكره انه سمح لنا ان احنا ننكشف على حقيقتنا يبقى ربنا ليه تدابير عشان انا اتغير هو السؤال انا اقبل هذا التدبير ولا لا اقبل هذا التدبير انا شكل كده طولت عليكم اقول لكم كده باختصار احنا قلنا ايه من اول حلقة قلنا ثلاث مبادئ ان التغيير ممكن التغيير متدرج التغيير مستمر بس لازم انا كخادم يكون عندي ايمان ان الله هيغير فيا وهيغير في المخدوم بتاعي وقلنا انا كخادم عشان اتغير محتاج اخضع للوصية والكتاب المقدس اخضع للكنيسة في كل اللي بتقدمه من اجل التغيير اخر حاجة اخضع ليد الفخاري الاعظم ربني يديني ويديكم وكلنا كده نتغير لما هو افضل عشان نتمم وصية المسيح ورغبته فينا لالهنا كل مجد وكرامة الان والى الابد امين اشتركوا في القناة